اشتركوا في القناة استاذ عادل سالم الله يحييك الله يحييك بسعيد على بطاقم قناة الريان كل سنة وانتوا طيبين مسرور جدا بلقاكم وقناة الريان دخلت قلوبنا يعني من غير استئذان ومرحب بكم قناة الجميع طبعا استاذ عادل نريد نرجع للذكريات القديمة تجهيز الناس للعيد الفرحة العيد والاستعداد له طبعا أكيد أنه من قبلها يمكن بشهر وهم جالسين يحضرون وينتظرونه الكبار والصغار شلون كانت الاستعدادات عندك أنت والله هو عيد الأطحى بالنسبة لنا نحن أول نسميه العيد الكبير يعني له نكهة خاصة عيد الأطحى غير المعنى والغيمة الكبيرة بتاعته الدينية يعني التطحية العظيمة العيد ارتبط في أذهان يعني بفرحة من أطفال هو عادة أخوه سعيد أنه الناس يحبوا للأشياء الماضي يعني دايما الماضي أحلى من الحاضر في حنين لهم في حنين للماضي دايما يقولوا عليها الخوايات النسطوليجي اللي هو الحنين للماضي فدايما العيد ما الأول يعني أحلى وأجمل لأنه في الطفولة أنت تستمتع بالأشياء أكثر صحيح فأنا لما أرجع عشرين سنة أحس بأنه العيد قبل عشرين سنة كان أجمل وأحلى من الحين يعني ليش لأنه يرتبط في ذينا بالطفولة وفي الطفولة الواحد بيستمتع بالحياة وبيستمتع بالعيادة ما أنك كنت يعني موجود معانا ومن فترة طويلة والله يعطيك الصحة والعافية تعايشت معا كل طبعا شرائح المجتمع شلون كانت استعداداتك في العيد أول سنة عيت معانا في الدوحة وين تقضيت شنه الأشياء اللي كانت يعني ملفتة للنظر بالنسبة لك فرق بين أنك تتسوق في بلدك السودان أو في بلدك الثاني قطر والله أول تجربة دائما لا تنسى يعني تتكلم عن ثلاثين سنة تقريبا يعني أول عيد في غطر هنا أول عيد أطحى يعني أذكر أن عيد والله لا ينسى لأنه إيش التجربة نحن عندنا بتاعت العيد المهمة خروف الضحية شلون تشتري خروف الضحية من فين تجيبه وشلون تذبحه وشلون لأنه عندنا طقوس هناك في السودان هنا غد لا تكون مهسرة فأذكر المعانا بتاعت أنه إيجيب الخروف أختاره قالوا للسوري أفضل ولا العربي ولا إيش سوداني فيما فكان في معانا في الحصول على خروف الضحية أنك تأخذ الأفضل تأخذ الأفضل يعني ونحن العيد الأطحى يعني الخروف الأطحى هذا التضحية له معنى كبير يعني وطفف تزينا أنه نحن أطفال يعني لازم قبل ثلاثة يام يجي البيت لأن الأطفال يتراكضون معه ويشوفونه ويشوفوه في البيت ويستمتع بولينا وعارفين أن هذا هو ضحيتهم لكن نحن نتكلم حتى عن شراء الملابس نعم هو طبعا العيد الحلويات اللي تشراء والعيد نحن دائما نقول العيد ما للأطفال فدائما يعني غير التجيز في البيت والتجيز للضيوف الأطفال هم المهم أنك تودينهم تشتري له ملابس ويستمتعوا متعة الأطفال هي متعة كنت صحيح ففعلا يعني أنا أول عيد في عيد أطحى في قطر هنا يعني أذكر عينيت في لأنه جديد يعني توي يعني كان ثلاثة شهور تقريبا لكن يعني كانت سهلة الأمور مشت كلها طبعا كانت في سوق واقف كانت في سوق واقف وسوق العسيري وسوق اسم الأحمد تقريبا وأسواق الغديمة هذي نعم بس مدعوة والله وجميلة أبغي الأشياء اللي تعتمدونها في مسميات للبس اليوم العيد يعني إيش اللي يهتم فيه وطبعا نحن هما شي عندنا جلابية اللي هي الثوب السوداني نعم هذه لازم تكون جديدة ولازم تكون معاها بالنسبة لنا الكبار العمام هذي العمام نعم اللي هي عند بعض الناس خمسة أمتار وعن بعضهم سبعة ما شاء الله وبالنسبة للأطفال نفس الشيء بس بتكون مختلفة شوية ممكن ما يحتاج بالعمام ويحتاج باله والبعض منهم هؤل ملابس الغربية نركز على الأطفال دايما ومشترياتهم البنات ولا أولا البنات والأعيال قبلها بيوم هم المدعى بتاعاتهم قبل العيد يمكن أكتر لأنه يستمتع بالملابس يستمتع بخروف العيد جايتهم جديدة ويستمتع من قبل أسبوع يستمتع بالعيد الأطفال وأنت تستمتع بمدعاتهم نعم أكيد فرحتك هي من فرحتك نعم بعد الصلاة شالي يبدأ بالنسبة للعيد أنا هو الصلاة نعم يعني صلاة العيد إذا أنت ما صلت صلاة العيد ما في عيد أنا المدعى كلها صلاة العيد والأمتع بعد صلاة العيد يعني دول الناس اللي يتقالدون ويشلمون علي بعض ويباركون حق بعض هذه الليها معنى على وجيه الكل تشوف على وجيه الفرحة والبسمة لكن صراحة الله يا أبو سعيد نعم الشي اللي أشوف حاليا وقبل ثلاثين ثانا اختلف أول الفرحة تحسابها طبيعية ما فيها تكلف ما فيها الحين أحس حتى في بلادنا هناك لما روح أعيد هناك أحس بأنه عايزين الناس يخلصوا ويركضوا ويولا مشاغل يقع سريع يصلي صلاة العيد والله منش نفس السلام الأولي ويركض نبغي نتذكر أنكم رجعتوا من صلاة العيد للأضحية نعم الوقت اللي تقضونا طبعا أكيد العيال بيكونوا حاضرين معك نعم هو المراسم بتاعت ذبح الخروف هذا وإيش وأنا تحضرني يعني أنا أول عيد لي في غطر يعني أذكر خالفنا الغوانين يعني نحنا هناك نذبح في الشارع عادمة وأنا مادري شريط خروف الأطحاء وفي الشارع علكت علكت في الشارع وسلخت وبعدين أشوف الناس يطالعون أمرين بالشارع شونا هذا أنا مستغرب وراء والربع ناديت وإيجي واحد من أخدم مني شوي يقول لي يا أخي ما يصير إلا أن دخل داخل نخش شوي أنت في الشارع صلخت أول عيد هذا بعد ذلك هو تعلم نروح المقصب نروح فكان هذي من الذكريات كانوا العيال طبعا طبعا هي المتعة كلها العيال لازم يحضروا هذا الذب حلما حتى توزيعه حتى يعني الفرحة عندهم العيال في الخروف هذا كله الاجتماع طبعا هل هي بس الأخوان اللي أنت مثلا تعرفهم أو حتى الجيران والناس اللي ساكنين معاك في نفس الحي اللي أنت ساكنه والله هو العاداد عندنا أنك أنت بعد ما في عيد الأطحى بتختلف شوي عن عيد الفطر لأن عيد الأطحى أنت بتكون مشغول مع خروف الضحية بعد ما ذبحته وسلخته وعندنا حايز ما المرارة والشي هذي المرارة اللي هي المصران داخل خروف الأشياء داخل الأحشاء فهذي قبل ما أنت تشوي الخروف هذي يعني مع شوية شطة مع إيش بتاكل الأشياء من الصبح يعني تفتح شيئا نعم لا يعني تطبخ ولا لا ما تطبخ هذه تأكل نأكلها نية نأكلها نية نأكلها نية أنا حمد عودي نأكلها نية الناس قد يستغربون لكن بس أنك تحط عليها بعض البهارات بعض البهارات والشطة علشان الطعم علشان الطعم والليمون تعطيك طاقة لا طعم ولا نكخة يعني الناس قد لا يفهم ويشاركون بعض الشعوب العربية في أنه يأكلوا هذا اللحم الني أظن أن الإخوة في لبنان نفس الشيء وأنتو أنا خبر أن أخوان في السودان أو حتى هنا يشوون يشوون الأضحية تقطع وبعدين تشوون نشوية بطريقة مبتكرة جدا نشوية على الحجار نشوية أنواع أو أشكال من الشيء يعني ويجتمعون وقت الغداء والناس تجتمع دائما دائما نحاول نحن نكون على التواصل في بلادنا هناك مين اللي خروفة طلع أول مين اللي شاول كل الجيران يجي يحضرون من بدري يعني مش ضروري أنه مثلا الظهر أو لا 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 طوالي من الصبح نحن بعض الصلاة على طول طغوص أهم وطغوص أنك أنت سليت على طول أول شيء تعمل تذبح الخروف وتسلحه وتبدأ العملية بتاعت الشياء هنا يمكن هو يفوز بينهم يجون السلام يكون عنده في البداية فليطلع خروف أول هذا هو الفائز يجون الناس عنده يفطرون يسولفون في عصائر وفي قهوة طبعا عندنا عصير مرتبط بعضلاتها يسمى الشربوت الشربوت وهو عبارة عن التمر يعني التمر يترك لفترة وبعد ذلك يضاف له بعض الأشياء ويشرب يعني عصير التمر عصير التمر والعصيد والعصيد هذه العصيدة هذه في الغداء العصيدة في الغداء يعني ما تجي مع المشاوي تقيلة لكن هنا في غطر يعني نفس العادات تقريبا يعني نحن بعد خلصنا برنابيو تعلق الفطور الزيارات عندنا تبدأ بالجيران كويس وبعد ذلك الغارب الجيران مهما كان يعني مهما كان نحن ندش أنا هنا أول ما جيت أسكرنا لأنه تعودنا دز الباب حتى ما تستأذن لأنه معروف نهار عيد نعم دز الباب ودخل طوالي السلام عليكم مبروك كل سنوات طيبين عيدك مبارك والأطفال من حولك هذه الفرحة العيد أنك تدخل من غير استيدان البيوت مفتوحة والله حتى أنا هنا وجدت يعني الغطر بيوت مفتوحة في العيد لأنه خلاص هذه مناسبة للكل كنت تقول لي في العيديات والله العيديات هذه أسكر أنا طرفة لو الوقت سمح أول عيد أنا أعيده صلينا في مصلى هنا في مدينة خليفة فأسكر رجال شيبة يا أخو لا ترحم على شيباننا يعني السلام عليهم دائما أهل كرم وأهل مودة وأهل خير فأسكر شيبة عبد الله بن عمره سنتين تقريبا كان معي وصلوا إياه فبعد ما سلمنا السلام عليكم السلام عليكم الشيبة هذا مسك عبد الله ولدي من يده يسمعكم إيه عبد الله كم عمرك سنتين ما إن شاء الله يطلع البوك من جيبه وأشوف أنا أول مرة ما أدري إلا وريالات جديدة أول مرة أشوف جديد جاي من البنك أعطاه مجموعة من ريالات عشرين ثلاثين ما أدري مصيبة مش هنا عبد الله أخذ ريالات وفرحان خلاص أعين الفرحة اللي شفتها والله في العيادة اللي فات يحطوه مية يحطوه خمس مية ما فرح به نفس نفس الفرح هذي اللي يذكوله ما شفتانا يركض وأنا أركض وراه وانصل البيت المشكلة الأخته موجودة في البيت وأكبر من وتقول واه ويحطوني وعبد الله ما بغي يحطيها طلحت أنا ريالات وين الريالات عندي قديمة ما تبغيها تبغي ريالات في دينها هي تبغي اللي معا اللي شابتها معا سبحان الله رسخت في ديني للحين عبد الله يبني يسكر اللي سال أستاذ عادل بأيض الله وجهك صراحة أتحفتنا بسوالف رجعتنا صحيح للماضي وللذكريات الجميلة نشكرك على ساعة صدرك شرف طموني وكل سنو أنتوا طيبين وانتوا صح وسلامة وأتمنى يعني العيد اللطحة الناس تغضيه يعني في نا وكأنه العيد الأول الجميل فرحة إن شاء الله وفي ديني إن شاء الله بيزيلا الله يسلمكم مشاهدنا الكرام هذا اللي عندنا وإن شاء الله نلتقيكم مع ضيف جديد وحديث آخر اشتركوا في القناة